رح أبدأ معك بمصطلح وطنية المعدة طبعاً هذا صاحبه كاتب مجري هاجر إلى بريطانيا 30 سنة وقال أنه ستتكلم كلامهم وأسمع أغانيهم وحكاويهم وهمومهم وقال أكلوا حتى أكلهم ولكن إلا الأكل عندما شم رائحة أكله المجري يتذكر كل الحياة وكل الطفولة وكل فالإنسان دائم في ارتباط للكلتر والثقافة معدة الإنسان بوطنه كيف تشوف ذلك المصطلح منطقي أو غير منطقي وطنية المعدة منطقي جداً يعني مهما اغتربوا الشباب مهما راحوا مهما يظل السعودي يعني إذا حطيت قدامه الأكل السعودي خلاص أنت تشعر أنك في البيت تشعر أنك في السعودية تشعر بالأمان فمئة بالمئة المصطلح هذا دقيق وطنية المعدة أحياناً وطنية المعدة تحدنا أننا نتذوق أكلات غريبة زي الأكلات التي اليوم سنقدمها لكن باكل يوم عليها معج لكن وطنية المعدة لأن الإنسان مرتبط أساساً بالأكل والأكل مرتبط بالذاكرة والذاكرة مرتبطة بالحياة كلها فعلى هذا الأساس مئة بالمئة أنا أؤيد البلجيكي البلجيكي المجري المجري أنت متى بديت هذا الخط هذا الشغف أنت شغف عندك أو صدفة أو لا والله أنا سألت نفسي أنا هذا السؤال أنا شغل أساسي في التدريب فقعدنا نعلم الناس وندربهم ويبحثوا عن شغفكم ويبحثوا عن شغفكم فاطلق العملاء وانجمعاته منت لا 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 غير حنا نتكلم عن شغلات حنا نطلقنا العملاء لكن لما بحثت داخل نفسي اكتشفت أن فعلا أنا حتى سألت سألت الوالدة قلت لها من متى أنا مهتم بهذا المجال؟ فقالت حتى وانت صغير والابتدائي وثاني ابتدائي كنت أسألك سندوشات الجبنة فتكثر لي أم معتصة كريمة يعني تبغى عليها تغذون فأنا كنت أخذ منديل وأشيل نصف الجبنة علشان أبغى الريشيو حق التوازن بين الخبز والجبنة يكون مثالي فحبي للأكل نتج عنها حبي للمطبخ حبي للمطبخ يعني أذكر أول مرة طبخت طبخت زيت بالبيض يعني كمية زيت كبيرة وشوية بيض وكبية الملح وكلته بس يعني من زمانة يثير اهتمام المطبخ متى خلاص صار هذا خطك يعني أنت اليوم متفرغ لهذا نعم وشغف وتسافر وتروح متى كانت اللحظة الحاسمة اللي خلتك تقول لا هذا خطي هذا أنا هذا مشروعي هذا حياتي هذا إبداعي كنت في وظيفة محترمة بس عادية مات تلامس شغفي فاستقلت أخذت مكافأتي كان معي سيارة قلت ليش تقعد قطعة الحديد هذه كذا مات استثمر بعتها وخلميت هذا على هذا وقررت أني أطلع أوروبا وطلعت أوروبا لين خلصت فلوسي ورجعت بس لفيت أخذت بيوت فيها مطابخ وطبخت شغلي في الاستشارات والتدريب خلاني أعرف ناس بشكل شخصي في أوروبا كنت كل يوم عندي عزيمة أخلي الناس يجوني يذوقون الأكل السعودي وإحيانا أخذ من أكلهم وأتمشى في الأسواق حقتهم أخذ من المكونات تبعهم وأبدأ أطبخ من بعد ما رجعت وأنا خلاص قررت أن هذا يكون خطي الأساسي وهذا الكريير باث مهنتي الأساسية في مجال الطهي كم درس يعني؟ يمكن على بعد ستة شهور سبع شهور أي أول بلد رحت؟ دنمارك رحت دنمارك سألسا رحلة عمل لمدة شهر وبعدها رجعت الرياض على طول رجعت دنمارك على حسابي الشخصي حبيت الثقافة حبيت الأكل حبيت البلد علاقاتي مع الناس هنا كويسة سوينا عياد ميلاد سوينا حفلات جميل فحبيت المكان جميل في اسكندنابيا وروحنا للنرويج وجنبهو حول اسكندنابيا كلها طيب أنا برجع بشوي أكيد الناس تسأل الحين